حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في الموجز الاقتصادية من قناة الرافدين أظهر مسح لبكالة رويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك من النفط تراجع في شهر آدار بسبب أعمال صيانة بحقول نفطية في أنجولا وتعطل جزء من صادرات العراق وأظهر المسح أن دول أوبك ضخت نحو 29 مليون برميل يوميا هذا الشهر من خفاض وصل إلى 70 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع شهر شباط فيما هبط الإنتاج بأكثر من 700 ألف برميل في اليوم عن مستويات شهر أيلول كشفت مصادر مطلعة عن وصول 800 ألف طن من مادة الحنطة الفاسدة والملوثة بإصابة حشرية إلى ميناء أم قصر في محافظة البصرة وأوضح تر مصادر أن الشحنة الثالثة من هذه الحنطة غير صالحة للاستهلاك البشرية مشيرة إلى أن عملية الفحص التي تمت للحنطة مخالفة لضوابط الفحص المختبرية وذكرت المصادر أن هذه الشحنات تم استيرادها من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق مؤكدة أن عمليات تزوير الفحصات تجري على قدم وساق من قبل متنفذين في الشركة على حساب صحة المواطن العراقي قالت وزارة الزراعة في العراق أن سلف الفلاحين مقترنة بإقرار الموازنة لتفعيل صندوق الإقراض الزراعي الميسر وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري قال إن سلف الفلاحين مقترنة حاليا بإقرار موازنة البلاد لتفعيل صندوق الإقراض الزراعي الميسر مضيفا أن الأولوية في مناح السلفة ستكون لشراء منظومات الري الحديثة وإنشاء مشاريع الثروة الحيوانية وإنشاء بساتين النخيل بطرق ري حديثة وشراء الساحبات والحاصدات وإنشاء المخازن المبردة والمجمدة على حد تعبيره صدق صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة 15 مليار و600 مليون دولار وقعت مع الحكومة الأوكرانية في الواحد والعشرين من شهر آذار الأمر الذي يمهد لمنح كيف دفعة أولى بقيمة مليارين و700 مليون دولار وقال صندوق النقد إن الخطة ستتيح دعم النهوض الاقتصادية التدريجية عبر توفير ظروف نمو بعيدة مدى في سياق إعادة الإعمار بعد النزاع وعلى طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي ويندرج هذا الدعم في إطار برنامج شامل للمساعدة المالية بقيمة 115 مليار دولار بينها ملياران يهدفان إلى إلغاء جزئي للدين الموجود وفي خبرنا الأخير ارتفع مقياس التضخم الذي يتابعه البنك المركزي الأمريكي في شهر شباط بنسبة أقل قليلا مما كان متوقعا ما يشير إلى أن زيادات أسعار الفائدة التي قام بها البنك قد بدأت آثارها بتخفيف ارتفاع الأسعار وقالت وزارة التجارة الأمريكية أن انفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي زاد بنسبة 0.2% شهر الماضي وجرى تعديل بيانات شهر كانون الثاني لتظهر ارتفاع الانفاق بنسبة 2% بدلا من 1.8% وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا ارتفاع انفاق المستهلكين بنسبة 0.3% وتباطئ انفاق المستهلكين أيضا بسبب تراجع زيادات الداخل ولان هذه انتقال سريع مشاهدين الكرام إلى أسعار صرف العمولات الأجنبية وأسعار المعادنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية المجزة الاقتصادية بأمان اللحن